اشتركوا في القناة واذا كنت اول مرة بتشوفني لا تنسى تحط لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر تنبيهات وخلي نبدأ بالفيديو وهذا الفيديو من اختراحات احد المتابعين اول شي نحتاج اي متصفح موجود عندك على الجهاز نفتح المتصفح ونكتب اترنوس بعد ما نكتب اترنوس نضغط على اول خيار بعد هذا راح يجي لك صفحات اترنوس وتحط العب بعد ما تحط العب راح يظل لك ثلاث خيارات اول شي التسجيل وانك تصوي حساب جديد من الاول وثالث خيار هو تسجيل حساب عن جوجل وثالث خيار هو اذا كان عندك حساب بدك تسجل فيه المهم انا راح احط تسجيل وصوي حساب جديد نكتب الاسم اكتب اي اسم يعجبكم ان شاء الله يا اخوان اسم سيفي يا اخوان غوستي كرافت فازيبك شايفين اجاكو اذا باللون الاحمر معناته هذا الاسم مستعمل فبينكاك تغير الاسم او تحط رقم زيادة اذا جاكو باللون الاخضر عالشخص فالف الاسم غير مستعمل بينكاك تحط التالي هون زيب تشايفين اجاك تسجل بجوجل زي ما قلت لكوه في البداية هون نحط كلمة السر ما اما كانت كلمة السر يا اخوان بس صاد حساب تجريبي وما بدون ان تحط بريد او ما بدك تحط بريد هذا براحتك نضغط على كلمة انشاء خادم بعد الانشاء خادم نختار اصدار بيدروك او جافا انا راح اختار جافا بعد ما نختار جافا ننزلها تحديد ونحط انشاء السيرفر وانتهيك يا عزيز وعزيزة المشاهدة اتممت اول خطوة لانشاء السيرفر سوف ننتقل للخطوة الثانية والي هي تثبيت النظام بعد نفوت النظام نختار بير بار بوكت نضغط على بير بار بوكت نروح نختار الاصدار البدنية انا راح اثبت اصدار وان بوينت سبتعاش بوينت خمسة بعد ما اضفنا نظام للسيرفر هيك بكون خلصنا الخطوة الثانية ونرجع لخطوة لورا وكون صارت ان اشي اسمه اضافات او بلوغين فنضغط على بلوغينتس واول اضافة راح نبحث عنها اسمها جايزر امسي بعد ما نبحث عنها نثبت الاضافة او بلوغين بعد ما ثبتنا اخر اصدار لبلوغين نرجع خطوة لورا نضيف بادروك بلاير مينيت ونتبت ايضا اخر اصدار من البلوغين بعد ما ثبتنا الاضافة نروح نبحث عنها فيفرزون نضغط على فيفرزون ونتبت اول اصدار من فيفرزون او بلوغين نرجع لخطوة لورا ونتبت هذا البلوغين نحط لكم عليه السهم نضيف البلوغين ونتبت اخر اصدار من البلوغين واضيفتها البلوغين ان يدخل جميع الاصدارات القديمة من الجابا واخيرا رسميها تمامت الخطوة الثالثة ولكن ضال البلوغين هذا البلوغين اختياري اذا حاب تضيفه بتضيفه واذا ما بدك تضيفه ما تضيفهوش بس البلوغين اكلير لاك فاطل البلوغين يخفف لك اللاك بشكل جدا كبير فقط اخوان وخلنا نشغل السيرفر اذا وزلت لهاي النقطة يا عزيزة وعزيزة المشاهدة فأنا معنكم من الاساطير فلازم اطلب منكم طلب جدا اسطوري لازم تحطونا زر اللايك واشتراك بالقناة وتفهير زر التنبيهات وانضمام الى جيش الاسطوري في جيش بكرا وفي الدسكورد طبعا اخوان اي عبارة طبعا اخوان راح يقول لكم عبارة تذكروها يا اخوان دايما وابدا العبارة هي دايما كنا نضحك على فشلهم ولكن فشلهم كان نجاحنا دايما ذكروني بهاي العبارة اخوان بجميع البثوث الراح اصويها في تويتش طبعا بخصوص تويتش اخوان الحمدلله اخوان صار لينا القناة في تويتش طبعا القناة الحمدلله اخوان صار فيها ميت فولو واتمنى من الجميع ينزل تحت على الوصف راح يلاقي رابط تويتش يدخل في تويتش ينزل تطبيق منصة تويتش اخوان وبس مع السلامة اشتركوا في القناة